نروح بقى الماتش النهاردة الماتش النهاردة ماتش مهم جدا 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 للغاية بعد نتائج المجموعة برح شوفنا الهلال السوداني مع المريخ في درب السودان وفوز الهلال السوداني 1-0 طبعا الاهلي طبعا النهاردة في مهمة صعبة مش سهلة برضو بنواجه فريق صعب هو متصدر عنده لعبة كويسة بنلعبه على ملعبه وبينجمهوره خلينا نقف في الحتة دي شوية هو ما بيلعبش على ملعبه النهاردة يعني ما بيلعبش على ملعبه النهاردة في بريتوريا هو اتنائل الملعب اتنائلت المباراة لملعب آخر احنا لعبنا عليه قبل كده سنة 94 ولكن هو برضو الملعب واسع وكبير نادي الاهلي بيحب الملعب دي قوي بيعرف فيه لعب كويس على الملعب الكبيرة الواسعة اللي مش ديقة فان شاء الله الملعب ده يناسب لعبة النادي الاهلي النهاردة عندنا ثقة كبيرة جدا 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 في اللعبة يعني لعبة دي هم هم مع مستر مسماني اللي فرحونا السنة ونص اللي فات هم هم اللي جابوا البطولات الخمس بطولات والاثنين برنزيت كسعالة ان شاء الله النادي الاهلي قادر النهاردة انه يحقق الفوز واستعاد استدارة المجموعة بإذن الله لانه هو ده المكان الطبيعي للنادي الاهلي زي ما حضراتكم عارفين طبعا الاهلي زي ما حضراتكم عارفين كمان لعب ماتش بيراميدز ومن الملعب على المطارة على طول للسفر لجنوب أفريقيا اللي مواجد سانداونز اليوم فرقة هناك اتدربت الكل عنده حوافز للمشاركة النهاردة في الماتش كل عنده حوافز للمكسب النهاردة في الماتش واكيد مستر مسماني ده للسانداونز كويس وهو عارف نقاط الضعف والقوة في الفريق وشايف ايه الصح وايه اللي هيتعمل في المباراة دي وحيواجه نظيره الجنوب أفريقيا ازاي تعالوا نروح لزميلنا في جنوب أفريقيا فاروق صلاح نتعرف منه اكتر على اخر استعداد اهلي قبل التوجه النهاردة لملعب المباراة فضل يا فاروق